وفي شأن اخر قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان تحالفه مع قوى الرابع عشر من اذار كان للضرورة ولا يمكن ان يستمر مشيرا الى ضرورة العودة الى جذوره اليسارية وانتقد جنبلاط طريقة تشكيل الحكومة في لبنان وقال انها اصبحت مشابهة لمجالس القبائل اولويا جيرجا في افغانستان واعتبر جنبلاط ان زيارته للولايات المتحدة في عهد المحافظين الجدد كانت نقطة سوداء في تاريخ الحزب مواقف جنبلاط جاءت خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت